ورايات في بداية الموسم وخاصة كمان عندك تنوع في المدارس اللي بتلعب فيها سواء أفريقية سواء محلية سواء بتلعب في الانتركنتينتل كان النهاردة عين النادي الأهلي الأهم على السلاسة النقاط خاصة ان دي لولة تانية من بطورة الدور جاولة أقولها خد سلاسة نقاط بأداء رائع النهاردة الأداء كان الشروط الأول الأفضل الشروط التاني تراجع شوية لكن النادي الأهلي كانت تعينه على سلاسة نقاط علشان يتصدر جدوى المسابق وده اللي كان أهم خاصة قبل توقف الدولة أكيد طبعا المكسب هو المهم التلاتة بنت يعني كابتاني أتكلم في حقيقة مهمة هو الأداء ولا المكسب رقم واحد المكسب الأداء متباين ما بين الشروط الأول يعني بنسبة أعلى من زد الشروط التاني زد يشارك معاك بشكل كبير وعمل عليك خطورة واستحوز كتير معاك في نص الملعب وما يدرناش إن احنا نعمل خالي فرص عشان نهدف ونجيب الجنة التانية عشان نتأمن المباراة لكن واضح إن مباراتنا مع نادي الأهلي مع زد هي نتيجة الواحد صفر أو الاثنين واحد يعني ما فيهاش لغد الواحد الصفر نوصل الصابق اثنين واحد في الدور الأول واحد صفر سوالي الأخير على الأهلي والدور الثاني واحد صفر واحد صفر بالمسملة دي برضا تلاقي نفس الكلام ما فيش أربعة ما فيش خمسة لو هتكلم على أداء النادي الأهلي خلينا أسامنا نتكلم على الشروط الثاني وتدخلات كولر كنا دا ما إحنا يعني هو كان سمعنا في الستوديو إحنا بكلم على أفشا في أفشا ملعبش تغييرات هي للإصابة عكس المباراة اللي فاتت المباراة اللي فاتت ما بين الشوطين كان فيه خلل اشتغل على الخلل اللي موجود نزلت الشوط الثاني تسيادت المباراة قدرت تكسب مكسب كبير جدا دا مفرقة محترمة جدا مفرقة سراميكا النهاردة كل التدخلات والتغييرات كلها للإصابة من أول رامي ربيعة السلية في نص الملعب وكوكا يرجع يلعب مع خالد عفتاح كان فيها جزء من المجاسفة من المخاطرة ولكن لما تكون أنت أثناء المباراة وأنا بلعب ويتغير مكاني بسهل عكس لما بينزل حد من بره في مكان ما يكونش مكانه عشان بس الناس اللي شافت النهاردة أحمد دبيل كوكا وطبعا أنا برضو بشير بي هنكلم عن التغيير دو هنديها حقها وقتها خاصة أن كان عندك يوسف أيمن بره وهل النهاردة يعني عدم اقتناع كولور بيوسف أيمن خلاص بدأ من بدري ولا هل دي رؤية فنية تانية أنا هعيد نفسي كلامي برضو أنت بتحافظ على يوسف أيمن لو أنت المطش اللي فات كان عنده نسبة عدم توفيه فما صعب أن أنت تديله المباراة التانية في مباراة أنت مش راكب المباراة ب2-0 أو 3 تسكوره ريب تطلع فيها محترمة عنده خط أمامي قوي جدا تغييرات كمان مجد عبعاطي صعبت عليه كل أمور أكتر اشتغل على المباراة من بدري من الديها 60 بدري يعمل 3 تغييرات في الجنب الشمال محمد أشرف في مص الملعب مجاسة دينسون كاموني نزل مكانه شادي وبعدين اللعب مع نهاية المباراة كلها تغييرات هجومية لتنشيط ناحل وقتها طبعا عايز يتعادل وكان ممكن بس ده من خلال لو إحنا كمان ارتكبنا أخطاء تتعاقب عليها بدون أخطاء أنا كنت شايف في النادي الأهل الشوطي التاني هو المباراة راحت لتجارية أكتر حققت الهدف المطلوب أنا أخدت البنت استحواز أكتر الاستحواز بالنسبة للنادي الأهل في الشوطين 55-45-56-44 تامن ضربات ركنية ولا واحدة فيهم تطلع كلهم للأسف ولكن الاستحواز كانت سمة والهدوء كانت سمة أكتر الشوطي التاني رغبة في الفوز أو المكسب بنتيجة عالية ما كانتش موجودة زي مباراة سيراميكا واضح ممكن جزء من الإجهاد بس أنا هقول أنها تدخلات كلر أكتر من أنها إجهاد أو ذهنان أو أي شيء من كلام المدربين لكن كان ممكن لعيبة في تويتات خاصة من الديها ستين تقدر تعمل دعم للعيبة في نص الملعب من خلال أفشة من خلال السلية من نفس الكلام لردى سليم أو بيرستاو على الأطراف مع تفوق لطاهر تغيير الكهرباء مع مع وسام التدعمات دي لو من بدري وديت أحق للعيبة أن أنت عايز كان ممكن تضيف العدد تضيف كان اللعبة هيستوعب الكلام طول ما أنت كمدرب حاطت أننا هلد على الموضوع خلينا بس إحنا كده نعدي يعني نقرة بالرجلينة ونستغل على الاستحواز وهنجيب جون ما جبناش خلاص ما هيش هيجي فينا